وانا هروح لو استوز نيجي على طول واسأله يعني طول الوقت الأحزاب المعارضة متهمة من الجانب الآخر يعني الجانب اللي شايف انه الدولة مش هتستحمل تلام ويسيبوا الناس تشتغل ويسيبوا القادة السياسية تشتغل فيه فيه تيار كبير كده يقول ايه مش وقت معارضة هل جاء وقت المعارضة؟ دلوقتي هل حضرتك شايف انه دلوقتي الوقت مناسب لانه نسمع الأصوات المختلفة لما كانش فيه فرصة انها تتسمع في فترة يمكن كانت مشتعلة ومشتبكة بأحداث كتير ولا حضرتك ممكن تقولي لا كل وقت وقت يعني انا مش عارف حضرتك شايف احنا لازم نعترف ان احنا كنا مخطئين عندما قلنا فيش وقت نسمع للمعارضة لان اي نظام سياسي فيه احزاب المولاة واحزاب المعارضة ولا يستقيم اي نظام برلماني في العالم اللي بوجود المعارضة السياسية البناءة اللي بتستهدف يعني يكون كل معن مصطف في قضية الوطن القومية لذلك الايام اللي فاتت المدة اللي فاتت كان ينقص مصر هذا الافساح لاصواته الاخرى اللي هي بتحمل وجهة نظر اخرى تحمل الخل مصر وكان ايضا يعني ولكنها الحمد لله انها جت يعني انها جاء تأتي متأخرة افضل من انها تأتي خالص الحوار احنا بنعمل عليه يعني اعمال كبيرة جدا في انه انه ممكن هذا الوطن اللي احنا كنا بنعتز به منه هو يعبر كل مشاكله كل تحدياته تحديات عاتية سواء كانت تحديات داخلية او اقليمية او دولية حضرتك كمناصق عام لمجموعة من التائرات السياسية وتحالف احزاب سياسية اكيد في رؤية اتجمعت وتبلورت وقدرنا نقول عندنا من واحد لخمسة مثلا اولويات يعني لن نتنازل عن النقاش فيها والوصول النتائج فيها ايه ترتيب الاولويات عندها يعني هو احنا فيه عندنا اربع محاور المحور السياسي المحور اقتصادي المحور ثقافي وفن وتعليمي ومحور اقتماعي المحور السياسي احنا محتاجين نتعاطى مع مع مواد دستورية المفترض يتم التعاضي معها في دولة العقاد السنوي الاول للفاصل التشيعي الاول يعني في عام 2015 احنا حتى الان لم نخد غمار تجربة المجالي الشعبية المحلية وهذا يعني ان السلطة التنفيذية في مصر لم تستكمل مقاومتها الدستورية الدستوري المصري بيقولك ان السلطة التنفيذية تتكوى من ثلاثة افرع الفرع الاورئيس الجمهورية الفرع السنة الحكومة الفرع السالسة والعكس بصراحة وده كلنا لامسينوه يحقق غضب شعبي مهما قدمت الدولة تلاقي أنه فيه غضب من مجلس محلي في مدينة ممكن يخليك تخسر مجلس محلي مش موجود دلوقتي احنا بقنا من 2010 إلى 2011 أو أدائي يعني أصد أدائي تم حل المجال الشعبات المحلية وبالتالي حلقة الوصل ما بين الجماهير سيناد راديا أو غاضبة وبين المحافظين والأسائل المدن والمراهز والكرة مش موجودة لذلك احنا بنقول أن السلطة تنفيذها في مصر هل يستكمل مقامات أمتا؟ يوم ما يستكمل هذا الفرع بهم من الإدارة المحلية فدي بالنسبة لحداتك أولا مهمة جدا لأن ده بقولك يعني مصر فيه إنجازات ضخمة معمولة ولكن على موجود هذا شعبي نديجة المشاكل المواطن البسيطة الحياتية ما فيش حد يعبر عنها والنائب مهمة قوتة من قوة لاستطيع أن يعبر عن الجماهير لأن المجال الشعب المحلية موجودة على مستوى القرية موجودة على مستوى المدينة والمركز موجودة على مستوى المحافظة ودولة نواب عن الشعب أمام السلطة المحلية لذلك نضع مسألة إصدار قانون للإدارة المحلية وفيها الجزء الخاص بالمجال الشعبية المحلية وإيجار الانتخابات دي أولوية أولى لأنها أتهدي الناس ويتخلي الناس أكثر رضا عن الدولة المصرية وهي بتواجه تحدياتها وتحتاج رضا الناس ترجمة نانسي قنقر